براجماتية الحكومات أو صناع القرار أو الأنظمة الحاكمة في الغرب تحديداً في أوروبا أمريكا يمكن يكون لها يعني نقدر نقول عليها معادلات أخرى لكن في وقت ليس بالبعيد على رأي الدكتور طه حسين وليس بالقريب في مرحلة خمسينيات وستينيات القرن العشرين كنا نجد أن الشارع الأوروبي قادر على أنه يغير وجهات نظر حكامه ويستطيع أن يضغطه وكان فيه مثال شديد الجلاء وقت صورة الشباب في فرنسا على سبيل المسائل في 68 وستين 68 وستين حتى أنا كنت مرة أتكلم في مناقشة من حوالي سنتين ثلاثة وقالت له نيكولاس ساركوزيدا هو أحد هؤلاء الشباب الثائرين في الشارع الفرنسي الزمان فهل فقد الشارع الغربي قدرته على أنه يغير من قرارات صناع القرار يغير من قرارات الحكومات يضح حكومات ويزيل حكومات الشارع الغربي زي ما هو زرع التطرف والغلو في مجتمعات أخرى خارج النطاق الغربي لأنه هو أصلا عانى من التطرف كمان المجتمعات الغربية دي ما هي عانت من النازية أي معناها والنازعات قومية متطرفة نازعات قومية متطرفة جدا جدا وحتى نبهوا لها قبل أن تظهر يعني في مدرسة فرانك فورت كتبوا في ألمانيا كتبوا كتب عن التسلطية والأسرة التسلطية والتنشئة التسلطية قبل أن يظهر هتلر يعني وكان فيه بدايات واضحة جدا جدا وماكس فيبر نبه أنه خدوا بالكم النازع القومية لا يجب أن تدخل الجامعة ولا يجب أن تدخل فيه نازعات قومية متطرفة لا يجب أن تضغى على العلم ولا يجب أن تضغى على العقل ولا يجب أن تضغى كان فيه تحذيرات قوية ومع ذلك قامت الحرب العالمية وعانت أوروبا كتير من الحرب ولكنها لم تتعلم أيضا من أنه التطرف ده قاتل عشان كده زرعته بدأت تزرعه هي في مجتمعات أخرى لن عايزة أوصاله أنها لما زرعت التطرف فيه من مجتمعات دي وكانت إسرائيل أولها كما ذكرت السيونية اليهود إحنا ما فيش بينهم أي مشكلة خالص ولا الدين بيدخل عند الناس العقلاء اللي موجودين حتى في الوطن العربي الدين ما بيدخلش خالص في موضوع التصنيف إنما السيونية فكرة متعصبة زرعها وظهر الإخوان المسلمين وظهر الجامعات الثلاثية المتطرفة جدا في الملدان وتحولها إلى طاقة إرهابية أو إلى قوة إرهابية صاحبه في نفس الوقت نمول النزعات المتطرفة المحافظة اليمينية في المجتمعات الأربية عشان كده الشارع بدأ يبقى أصلا يتعاطف مع حكامه ويبقى يعني متعاطف مع الطريقة اللي هي فيها أكتر ما يتعاطف يعني يبقى عنده قدرة على إن هو يخرج كده زي ما خرج في 68 ولكن يجب برضو إن إحنا ده ما يخليناش نفقد الثقة في الشعوب لأنه فيه كلام كتير جدا دلوقتي بيتقال على إنه الشعوب فيها يقظة جديدة بتظهر في داخل الشعوب وإنه ربما يكون المستقبل المستقبل للشعوب أكتر ما يبقى يعني هيبقى فيه صوت للشعب وإحنا لما بنشوف كتير جدا من الحركات فيه اتجاه كده في كلام في علم الاكتباع عن الحركات المنوئة للعالمة اللي منها الحركة بتاعت سياتل واللي منها جامعات الخضر وجامعات الاقتصاد الأخضر وجامعات اللي هي بتنمو كده بالتدريج وكلها بتاخد طريق مسالم هي ضعيفة جدا بس بدأ بعضها يصل إلى سدة الحق فهو الأمل دلوقتي معقود في أنه ليس حركة الشارع وإنما الشغل من ناحية تانية شوية من خلال التنظيمات المجتمع المدني من خلال التنظيمات الحزبية من خلال الدخول من زوايا أخرى في اتجاهات بتنمو داخل العالم كله على فكرة وهي اتجاهات فيها طبع إنسانوي فيها طبع تعايشي فيها طبع يعني أقرب للمعاني الإنسانية اللي احنا كنا بنشير لها لما بدأنا نتكلم على مشروع الحداثة في أصله حتى عندنا في المجتمعات العربية حتى عندنا في الفنون مثلا نهدي الفن كمثال احنا عندنا الفنون اللي بتظهر دي وشافينا بس عندنا فن تاني جيد جدا وما تشوف الكلمات بتاعة الأغاني بتاعتها بتجد إن كلمات فيها معاني عميقة جدا وتجد إن فيها نزع إنسانوية كبيرة جدا يجيب ننتبه لده إنه فيه دائما في كل مجتمع من المجتمعات حاجات بتبقى ظهرة بس فيه حاجات بتاني ممكن باش وقدين بالنا منها قوي بس بتفعل فعلها على المدى الطويل طيب لما باجي بشوف ما يحدث في الأراضي الفلسطينية الآن من اعتداءات وحشية وبشوف قدامي الشارع العربي الشارع العربي بالتحديد مستنفر جدا ومش بس واخداه العاطفة ولكن واخداه الإنسانية وأنظر فيما بعد ذلك إلى الشارع الأوروبي فأجدوا الأول في مرحلة من مراحل عكسية ثم الفطور ثم شيء من الطعاطف بدفع على الأقل من الجاليات العربية فليكن الإعلام عمل شغلي جيد هقول ذلك يعني ولست منحزن إلى شغلتي أو الصناعة لنا جواها لكن هل الطعاطف اللي أنا محتاجه أو بالأدقة الطعاضد اللي أنا محتاجه الطعاضد الإنساني الأوروبي كافي ولا لأ لا أنا شايف أنه غير كافي بطراحه يعني فيه طعاضد وفيه مظاهرات خارجة قوية جدا جدا في المجتمعات الأوروبية عشان تأييد الجانب الفلسطيني وكده ولكن عندما يكون المنطق هو استخدام القوة الحركة الشعبية بتبقى ضعيفة يعني ويبقى غير قادرة على أن هي تأثر التأثير الكافي وأنه دائما بيخرج فيه جامعات بتخرج بتأيد مثلا العرب وبتأيد فلسطين في جامعات تانية بتأيد إسرائيل صح فيه بعض الناس بيفهموا ده على أنه هو لعب يعني عارف حضرتك يعني ما هوش حاجة أصيلة في هو قروه كده دول قصاد دول ودول يقولوا ده احنا قرجنا وقيدنا ده الفلسطينيين ودوله احنا قرجنا وقيدنا ويبقى جزء من حركة الحركة الثقافية الحركة الحركة الشعبية اللي موجودة في المجتمع يعني أنه ما مهاش أنا لقى استطيع أن أقول إن هي ترند عام أو إنها يعني اتجاه عام موجود بحيث إنه تعطيك بدأت بنقول الشارع تقريبا يعني الشارع يعني مفيش صوت للشارع في أوروبا زي ما كان موجود فيه صوت في بعض الدول خاصة بأمور أخرى غير سياسية زي في فرنسا الحرمان والتهميش اللي بتشوفوا الجامعات اللي هي أصلا محرومة اللي بتلاقي سكن كويس ولا بتلاقي شغل كويس وعندها بطالة كبيرة جدا من المهاجرين بالتهية اللي بتخرج والطالب وكده وبيتعاطف معها جانب كبير جدا من الشعب الفرنسي فبتخرج في وجه الدولة وعملت مشكلة حقيقية للطالب